أعلنت إدارة الإحصاء الوطني في كوريا الجنوبية ارتفع معدل تضخم في البلاد خلال يوليو الماضي بنسبة 6.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 ذكرت الإدارة في بيانها أن هذه أكبر زيادة لهذا المؤشر منذ نوفمبر من عام 1998 حيث ارتفع مؤشر الأسعار الاستهلاكية بنسبة 0.5% من جانبها أرجعت الإدارة أسباب صعود التضخم إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بالإضافة إلى الاضطراب في سلاسل التوريد العالمية تبطأ نشاط المصانع في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع في يوليو وسط علامات على انحصار في اختناقات سلاسل التوريد حيث هبط مؤشر قياس الأسعار التي تدفعها المصانع للمدخلات إلى أدنى مستوى في عامين مما يشير إلى أن التضخم ربما وصل إلى ذروة مؤشر التضخم في الأسواق الأمريكية يبدو أنه بلغ ذروته مع طباطئ نشاط المصانع بوتيرة متوضعة في يوليو الماضي في الوقت نفسه هبط مؤشر الأسعار التي تدفعها المصانع الأمريكية للمدخلات إلى أدنى مستوى في عامين وسط علامات على انحصار في اختناقات سلاسل التوريد العالمية معهد إدارة المعروض بالولايات المتحدة أوضح أن مؤشره لنشاط المصانع في أكبر اقتصاد في العالم تراجع إلى اثنتين وخمسين وثمانية من عشر نقطة الشهر الماضي وهي أدنى قراءة منذ يونيو من عام 2020 عندما كان القطاع ينتشل نفسه من ركود أثرته جائحة كورونا وتشير قراءة للمؤشر فوق خمسين إلى نمو في قطاع الصناعات التحولية الذي يشكل أحد عشر وتسعة من عشر في المائة من الاقتصاد الأمريكي ومع بروز أهمية الطاقة لعمل المصانع الأمريكية أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط بمقدار أربعة وستة من عشر مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي وأشارت البيانات أيضا إلى أن مخزونات الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تراجعت إلى أربعمائة وتسعة وستين وتسعة من عشر مليون برميل وهو أدنى مستوى منذ مايو من عام 1985 وفي مارس الماضي حدد الرئيس الأمريكي جو بايدن خطة لسحب مليون برميل يوميا على مدار ستة أشهر من الاحتياطي البترولي للتصدي لزيادات في أسعار الوقود أسهمت في صعود حاد للتضخم وفقت المفاوضية الأوروبية على خطة قدمتها العدفية بقيمة 181.5 مليون يورو لدعم الشركات الكبيرة والصغيرة ومتوسطة الحجم عبر القطاعات الصناعية المختلفة بسبب تضرورها من الأزمة الأوكرانية وذلك بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمة المؤقتة بموجب هذا الإجراء ستتخذ المساعدة شكل ضمانات على القروض وعقود إيجار جديدة وقروض مدعومة وستكون متاحة أمام الشركات عبر القطاعات المختلفة باستثناء المؤسسات المالية والإتمانية أكدت صحيفة الجارديان البريطانية أن أسعار المواد الغذائية في العالم لسيما في الدول النامية تشهد ارتفاعا غير مسبوقة في ظل الأزمة الأوكرانية وأضفت صحيفة البريطانية أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن مستوى التضخم تسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العديد من الدول الغنية ووصلت معدلات التضخم في أسعار المواد الغذائية في بعض دول العالم في يونيو الماضي إلى 155% بينما ارتفعت في دول أخرى لتصل إلى 255% بينما بلغت ذروتها في دول عديدة لتصل إلى 332% حفظ بنك الاحتياطي الأسترالي على سياسة التجديد النقضية التي تتبعها أغلب البنوك المركزية حول العالم حيث كشف مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه عن قراره برفع الفائدة لأعلى مستوى في 6 سنوات وتحديدا منذ مايو 2016 كما شهد الاجتماع تعديل السياسة النقضية للإحتياطي الأسترالي برفع سعر